تكلفة ممارسة رياضة التزلج بالمنتجعات اللبنانية بالأرقام بها التقرير شو هي تكلفة تمضية يوم واحد عسكي؟ بديك تقولي حوالي بين المئة ألف والمئة دار بكلف نهارك عسكية تكلف نشواش ستين ألف إنه بنص الجمعة وبلوك أنت لأنترال بيست أغلى أنا بشيل جزء من البجت طبعي تأعمل السكي مع أكل شي فاميل زيادة بنزين وطروي أو هالأشياء بيطلعوا خمسين ستين دولار ما عم نطلع كل يوم بيطلعوا واحد مرتين ثلاثة بالجمعة عائلة أربعة أشخاص ثلاثمية من خلال الجردة سريعة على رسوم الدخول على المنتجات العامة الأربعة بلبنان بيتبين أنه تيكت على الأرز بيوم ويك أند هي ستين ألف لقلوق خمسة وثلاثين ألف كفردبيان سبعين ألف والزعرور ستين ألف أما أجار عدة التزلج بالمدارج فهو عشرين ألف ليرة أجار ما لابسوا أكسسوار عشر تاليف وتمن ساعة تدريب مع مونيتر خمسين ألف ليرة يعني المجموع للشخص الواحد ممكن يتعدى ثمانين ألف ليرة بيستات بيختلفوا أكيد بين واحدة والتانية أنه في بيستات مجهزة أكتر إذا بدك تكنولوجيكلي عم بيوفروا أكتر أساس للسكير سعر التكت بيروح على الماينتنانس ويروح كمان على الإنشورنس لا يلا في حالة سمح الله حدا صار له شيء الإنشورنس أكيد بتغطيه ما في شك أنه هالرياضة تعتبر رياضة الميسورين ولكن هالأمر ما عم يمنع توافض أصحاب الدخل المحدود لممارسة هويتهم يلي حرمتهم من الطبيعة السنة الماضية إننا سنتين شعملين والتالي شحلو السنة سواء قد ما عملوا رح نطلع هبط اليورو لأدنى مستوياته بأكتر من 11 سنة لنحو 1.12 دولار وهذا بعد أعلان البنك المركز الأوروبي خطته لضخ أكتر من تريليون يورو بالمنطقة وقبل يومين من انتخابات مبكرة باليونان وهيك بتكون خسرة العملة نحو 8% من إيمتها من بداية السنة